لتنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غدي وشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبدي لتنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غدي وشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبدي ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام يجزين الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الله جميع وقاتكم بالخير والمسرات أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم أروقة الوقف الذي يسلط الضو على أحكام الأوقاف كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا البرنامج مشاهدين الكرام يأتيكم بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف هذه المؤسسة الرائدة المباركة الممثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي وفقه الله في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدين الكرام يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب فضيل الشيخ سليمان الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم حياكم الله أبا عبد الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات والواقفين والواقفات حياكم الله جميعا الله يحيي شيخ شيخنا الكريم ربما ونحن تحدث هنا عن أحكام الأوقاف قد تعرض لعنى بعض المسائل التي قد مرت عليكم في الأيام الماضية وأنتم تعارجون بعض مسائل الأوقاف البعض الشيخنا الكريم لربما يوقف على زوجته وعلى أمه وعلى بناته دون بقية العصبة الحكم الشرعي في ذلك نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم نعم الحقيقة من عظيم شفقة الأب أحيانا والأم أيضا أحيانا أخرى ومن عظيم حدبه على أولاده وحرصه على مستقبلهم يعني يستشرف المستقبل ويقول بأنه إذا قسمت تركتي سوف يأخذها فلان من أولادي وفلان وفلان ويقوم بالتصرف بها وبتبديدها نعم مما يضيع ماله ويهدد مستقبله فيبدأ بالتخطيط لعملية كيفية حفظ هذه التركة وكيف يحفظ التركة لأولاده وهنا لا يجد وسيلة إلا أن يقف هذا المال فيقف على الورثة وعلى الذرية يقول مثلا في الترضى بناية بنايتين رئيسيات نعم هي جل ثروته فيقول هذه وقف على زوجتي وعلى أولادي وبناتي ثم يبدأ بتفصيل وثيقة الوقف وما يستحقون وكيف يديرونه ومن هو الناظر ومن احتاج سكن ومن لم يحتاج فإنه يوزع الغلة على الأولاد وهكذا فيسمونها يعني وقفا لمنع الأولاد من التصرف على نحو في غير صالح والإشكال هنا في الحقيقة ذكرت من موضوع العصبة العصبة هم من سوى من سوى بيت الشخص بيته مثلا أبوه وأمه وزوجته وأولاده والباقي من الإخوة فما دونهم من القرابات كلهم عصبات أو يسمون بالعصبة عند بقاء شيء من التركة فإنه يرثه العصبة فهؤلاء عنده بالنسبة له هؤلاء أقارب هؤلاء أقارب لكن هؤلاء أقرب ويرد المال أن يكون لزوجته وأولاده وبناته طبعا إذا ذكرنا عصبة الأصلا لا يكون هناك ذكور في الورثة نهائيا حتى يعني يكون هناك معصب صحيح يعني من مات عنده أب وأم وزوجه وأولاده وبنات لا يوجد عصبة نعم نعم لكن تتصور في الغالب عنده أمه مثلا وعنده زوجته وعنده بنت أو بنتين هذا لا بد يبقى من المال أحيانا سدوس وأحيانا أقل وأحيانا أكثر لا يريد هذا المال أن يذهب إلى العصبة وأحيانا تكون العصبة ربما أحيانا بعيدة شوي ابن العم الثالثة والرابع أحيانا فيقول لماذا يذهب مالي؟ فالحل هو أن يقف هذا المال كله حتى يبقى للورثة وفي الغالب النسب القليل لا يتصرفهم بهذا في الغالب يكون أحيانا ما عنده لابنت واحدة فقط حتى ما عنده أب ولا أم فنصف المال له ونصفه لأخيه وربما أخوه الذي تخاصم معه فيقول كيف هذو يأخذ نصف المال كما تأخذ ابنتي فيقوم بوقف المال أحيانا كل المال أو جزء منه بعضهم يقول إذا أخذت بنتي النصف هذا حقها الشرعي النصف الثاني يقوم بتقليصه وقف جزء منه على البنت ويقول والباقي للعصبة هذا ليس إقرارا أنا أصف الواقع وليست هذه مخارج شرعية ونقول هذا أمر صحيح لا هذا لا يجوز هذا التفاف أقول التفاف أحسنت التفاف على قسمة الله عز وجل فيقوم بحرمان الأخ أو حرمان العصبة الذين هم غير وسرتها القريبة من أجل أن يكون المال فقط لهذه الذرية فهذه مقاصد الناس فإن كان قصد الحرمان فهذا لا يجوز بالإجماع نعم لا يس بالإجماع هناك من يقول يجوز لكنه يأثم يأثم على نيته ويأثم على سوء قصده وعلى مخالفته لمواريث الله عز وجل ولحقوق الورثة وله عذاب عظيم وله إلا أن يرجع قبل أن يكون تاب قبل ذلك فهذا كلام أهل العلم بالمسألة نعم أنا لا يحضرني الآن خليطة الخلاف من قال بهذا لكن نعم أكثر العلم يرون بأن هذا لا يجوز وأنه غير نافذ أيضا مدام أفصح عن نيته لكن لو أوقفه لأعمال الخير لم يجعله وقفا ذريا يعود إلى ابنته وزوجته وأمه وإنما جعله لأوقاف لأعمال الخير لا يتغير الحكم لا يتغير إذا كان لا يريد أعمال الخير إنما الأعماله بالنيات يتهرب من دفعه لأخير نعم قد تكون ترك ثروة كبيرة البنت ستأخذ النصف بالملايين مثلا هي لا تحتاجها لكن حتى لا يأخذ الوارث الذي لا يريده العصبة التي لا يريد يقوم بوضعها في أعمال بر وهو لا يحرص على عمل البر الله عز وجل يعلم ما في قلبه فهذا يعني ينتبه الواقف لهذه الخواطر الشيطانية التي تدفعه إلى ذلك ولكن لو أن الوارث لو أن هذا الرجل في حياته لم يقصد الحرمان لكن قصد العمل الخير فقط أيضا لم يقصد الحرمان حرمان هذا الوارث وإنما قصد عمل الخير لا قصد أن يبرى ابنته مثلا أن يبرها وأن يكون لها نصيب من المال جيد دون أن يقصد الحرمان جاء القضية الحرمان تبع تبع نعم وجاءت أثر والأعمال بالنيات وهذا لا نية له لم يريد هذا يعني جمع من أهل العلم يقولون أيضا بأن هذا لا شيء فيه هو ما قصد ولا أراد ووقف المال في حياته وقفا نافذا صحيحا أخرجه من ملكه وأخرجه من تمام تصرفه فهذا من حقه أن يقف هذا المال وربما بسببه يتقلص نصيب العصبة هذا الحقيقة هذا لا يجوز إذا قصد وأراد والأعمال بالنيات وأما إذا ما قصد وإنما أراد نوعا من البر وتأمين مستقبل هذه البنت فأهل العلم يرون أن هذا جائز وهو بين الكراهة والجوازة ليس محرما لكن ها هنا مسألة يعني افترض أنه جائز مجرد مكروه أو حتى أنه جائز هل هذا العمل حسن أعمال صحيح دعا ما فيه ورثة هو يريد أن يقف هذا هو السؤال الأول أنه يقف حتى يمنع ورثة من التصرف وتضيع أموالهم الجواب السؤال هل هذا حسن هل هذا صحيح أنه يقوم بهذا العمل ويوقف المال طيب ما هي الآثار طيب فيه مآلات يا أخي المآلات أن قاعدة المستفيدين من هذا الوقف ستكبر بعد خمسين سنة صح مع نمو الأحفاد نعم ثم يكون عندك شبكة كبيرة متسعة جدا من المستحقين تكون هذا الوقف ربما لا يكون كبير جدا هذا الوقف لكن سيكون بؤرة للقطيع وبؤرة للنزاعات صحيح فنقول لماذا تفعل هذا لا هذا لا يصلح ربما تتشابك فروع من الأسرة في هذا الوقف ونحن لنا فيه نصيب وأمي ورثات اللي هم الأصهار الأصهار وغير ذلك ثم تتوسع القاعدة هذا الزوج يرث وهذه الزوجة ترث مع زوجها المالك ثم تتشابك وكل هالقرابات الحقيقة أين وقف والدنا وين وقف خالي له أبو الزوج وين كذا هذه أشياء أشياء عاصرناها ورأيناها نعم مهم وجودة وأنا في حكم عملي في المحكمة وجدت من هذا شيئا ليس بالقليل وبحكم أيضا تلقي الأسئلة أيضا الأسئلة الخاصة في الغالب تجد حالة الوجوم وحالة النكد التي تقع بين الورثة مع الأسف الشديد نعم بين الذرية والسبب هو أنه رمى هذه البذرة ثم هذه بذرة فيروس هذا في الصراع يتكاثر نعم النزاع بين النظار مهم وليس فقط المستفدين من هم النظار من يتولى الوقف من لا يتولاه هذا أكله هذا أخذه ثم النزاع بعد ذلك بين الورثة في الاستحقاق أنا محتاج ليش أعطيت هذا ليش ما أعطيت يلجأ بعض الورثة إلى المخاطرات المالية مهم يخاطر مالية حتى ينال من الوقف ثم يغضب على النظر لماذا لا تعطيني وقد الآن خسرت وأصابني وهدت بالسجن أريد أن أعوض خسامتني ثم تبدأ المشاحنات وتصل المحاكم أحيانا يخي ما الذي دعاك أنت لست على عبارة العامة وكيل آدم على ذريته كما يعبرون أنت لا تريد أن تضمن أنت لست ربا حتى تضمن الرزق لأولئك الورثة فتقول حتى لا يتصرف وحتى لا يفعل دعو ولهذا قال بعض السلف لو تركوه على مواريث الله كان أحب إليه الله اتركه على مواريث الله عز وجل دعو كلني أخذ نصيم نعم هذا إذا قصدت حفظ مستقبلهم أنت لست ربا الله عز وجل هو من يرزق وهو من يتكفل نعم أنت توصي توصي قصدي بالعناية تربي أولادك على حسن التدبير توصيهم بوصايا معينة ما استطعت فإذا لم تفعل فلا تجعل بذرة الفناء بين وأنا أرى والله أعلم أن اجتماع الأسرة بعد عشرين سنة وخمسين سنة وأكثر وأقل اجتماعهم مع بعضهم البعض وألفتهم سيحصل لهم من الزكاة والنماء المالي أكثر مما تضعه لهم مليون أو مليونين من الأموال بينهم تعاون وبينهم تراحم وبينهم تعاون وهذا موجود الآن في كثير من الأسر بحمد الله عز وجل عندهم صناديق يرحمون يعني ضعيفهم ويعينون صغيرهم وننسى هذه المعاني التربوية والأخلاقية التي هي سبب من أسباب المال ولهذا جاء في الحديث فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأت في الأثر الله فالمال يزيد مع الصلة وفي محبة أيضا في الأهل بسبب هذه الصلة ونحن أيضا نبادل مخرجنا الكريم الحب الحب وأيضا نذعل له في هذا الفاصل فاصل قصير مشاهدين الكرم نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وظيفنا الكريم فأكريمونا بالمتابعة مركز بناء الأسر المنتجة جنا أحد برامج خدمة المجتمع لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتمويل التنموي لأن تدريب من عوامل النجاح فقد أصبح القيام به جزءا لا يتجزأ من منظومة الدعم التي يقدمها المركز للعملات ولذلك أطلق مركز جنا البرنامج التدريبي زاد الذي يهدف إلى تطوير العاملات وكل سيدة تملك مشروعا عبر تأهيلها لسوق العمل من خلال التوعية بأهمية العمل الحر واكتساب خبرات جديدة وقد بلغ عدد المستفيدات من الدورات التدريبية أكثر من تسعة آلاف سيدة ومن أبرز الدورات التي قدمها المركز للعملات الدورات الحرفية والإدارية المقدمة من الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي وراعي منافذ البيع والتأهيل المهني والحرفي بنك التنبيات الاجتماعية ومنها دورة العمل الحر الطريق إلى السوق نسمع دعوة خالقنا والنعرف للوقف الأحكام يجزين الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الجديد وترحب ثاني في ضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيل الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستعناف سابقا أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم ونحن نتفيه وإياك أرواقات الوقف في هذا اليوم المبارك حياكم الله مبارك فيكم أهل لنا شيخنا أيضا من المسائل المعاصرة التي نعيشها في حياتنا اليومية أن البعض لربما يوقف أكلا أو شربا أو سفرة ليطعام الصائمين أو مثلا بعض القنينات الماء الموجودة في المساجد والمنتشرة فيها والله الحمد والمنا في مجتمع التراحم والتعاطف وقد يتحرج من أخذها لأنها مخصصة ربما للفقراء أو المساكين أو المعزين هل من توجه في ذلك شيخنا؟ نعم المقصود طبعا لعن المقصود سؤالك هو أن يكون الوقف يؤخذ من ريعه في مثل هذه المأكلات والمشروبات نعم ولا طبعا الطعام عند كافة هل العمل أنه لا يوقف لكن سبيل نعم سبيل أعام من كلمة كما تفضلت لكن أحيانا يكون هو ريع وقف أو حتى لو كان هذا تبرع ما حتى لو لم يكن هناك وقف فالسؤال الذي ذكرته قائم وجيد الحقيقة يعني المساجد جزاهم الله خير وغير المساجد يبذلون شيئا كثيرا في وضع القناني الماء في المسجد وأحيانا أيضا برادات مناسبة وغير ذلك التركيز على القناني أكثر البرادات في الغالب أنها يعني يراد بها العموم والاستفادة العامة لكن مرجع هذه المسألة هو إلى العرف يعني أنا سأفترضك الآن أنك متبرع ومسبل ماذا ترى في موضوع استخدام المياه حتى سؤال لك حتى يعني نرحب بالجميع طيب هذا اتجاه فيه اتجاه آخر نعم يا أخي الحمد لله في أكثر أحيانا بحمد لله عز وجل قدرات الناس جيدة صح وعندهم مياه أنت ستبذل لهذا المسجد حتى تخدمه من فيه في السنة مثلا 20 ألف ريال للمياه صح فإذا كان يأخذ كل شخص يطلع حبتين ثلاث ستدفع 40 ألف لغير محتاج يذهب به إلى بيته والسائق عنده مياه جيدة وطيبة ويذهب إلى بيته وأيضا الأشخاص الآخرين من أهل الحي نفس القضية هل من مرادك أنت تدفع ضعف المبلغ لأشخاص لا يحتاجون إليه أو أن هذا الجامع أو المسجد يحتاج إلى الماء بعض الناس يحدي أتي مبكرا وأثناء الصلاة اللي يلوح لي والله تعالى أعلم هناك من يرى هذا أعطه الجميع وهناك من يقول ليس بخلا لكن حين الوقت لا يسع أني تقوم بالتغذية بشكل دائم فتبحث عن قلان المياه لأهل المسجد لا تجدها والسبب ما هو هو خروج الناس بها ولهذا الذي أرى أن أكثر للواقفين أو المسبلين في هذا أنهم يريدون خدمة من في المسجد سواء غني أو فقير نعم غني أو فقير هو يحتاج إلى مذقة ماء يحتاج إلى أن يشرب لكن قدر الحاجة لا يهرول بصندوق لا أو حتى أقل يعني أنا أرى أن الشخص الكريم الجيد إذا رأى شخص خرج بثلاثة أربعة قناني منها الصغيرة عابه على ذلك لأنه ليس قضيت بخلا لكن أنا سأحتاج إلى عملية تغذية دائما ولا يتيسر لهذا والناس تحتاج ولا تجد هذه القناني ولذلك نقول الذي استحقها إثنان الذي في المسجد غنيا كان أو فقيرا الثاني هو من يخرج بها وهو فقير يحتاج يحتاجها أنا لا أجد ماء نقي في هذا المكان ثم أخذها لا أرى عليه حرج ولا يجد قيمتها ولا يجد الماء الجيد هذا الشخص الباذل أنا أرى أن أجره في هذا الفقير لأخذ هذه القنينة من الماء أجره أعظم من الشخص الذي يأخذها من باب التحسينيات أو مجرد الحاجات بعضهم أشبه بالضروري فإذن الإنسان يقيم نفسه إذا كان محتاجا إليها أخذها مثل إنسان مسافر إنسان يحتاج إلى هذه العلبة ما يجد الماء حتى لو كان غنيا فكيف إذا كان فقيرا أما في الأحياء وشاهدهم أغنياء ويذهب إلى بيته بس بيشربها في الطريق وبيتها مليئ بالخيرات ومليئ بهذه القناني بس يريد أن يشرب الناس عندهم اتجاه إلى كثرة شرب الماء نعم ثم يعني يأخذها فلا أرى الحقيقة هي مساحة راجعة للعرف باختصار شيخ بعض النظار هدان الله وإياهم تجده يسرف في زخرفة المأدوبة ويحضر بعض القناني الغالية جدا من المياه هل من توجيه في ذلك شيخنا الإسراف مذموم على كل حال ولكن إن الله طيب ولا يقبل ولا طيب الحقيقة فيه مصانع نعم وضعه متدني جدا مصانع مياه نعم حيث المناسب تأتي إلى مصنع طريقة التخزين عند السيئة طريقة التوصيل سيئة عزل السيارات سيئة عزل مكان التصنيع سيئة الشمس تؤثر على هذه القناني وتكون وضعه فتباع بثمن رخيص صاحب المصنع لا يخسر على مصنعه ولا على حمايته من ناحية الصحية فآتي للناس بقناني الحقيقة غير جيدة ومصانع غير مناسبة فالله طيب لا يقبل ولا طيب يكون فيه حد العرف يعني نعم المصانع الاحترافية التي تقدر المهنة جميل تصنعها بشكل صحيح وتخزينها بشكل صحيح وتنقلها في السيارات أيضا بشكل صحيح أرى أن هذا من الأجر والبر لكن مع ذلك نعم أنواع من المأكلات لا يحتاجها الناس هذا قد يكون بعضه إسرافا وتبديرا نشكر لكم صاحب الفضيلة على هذه حقيقة الحلقة الماتعة المباركة في الحديث عن أحكام الهوقف حياكم الله و بارك فيكم أهلا وسهلا إذن الشكر والتقدير مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء وأعطاره لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو محكمة الاستناف سابقا الشكر يمتد لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن صات و كريم المتابعة و كذلك لفريق العمل في هذا البرنامج المبارك أروقت الوقف الذي يأتيكم بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف هذه المؤسسة المباركة المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي وفقه الله نلقاكم إن شاء الله بخير و على خير في الحلقات القادمة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سلمات لتنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غدي بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام يجزين الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام ترجمة نانسي قنقر